كنا حكينا لكم ان فيه اضراب حاصل في شركة يونيفرسل من حوالي اسبوع 10 ايام وهم حاولوا ادارة الشركة تضغط على الموظفين ان هم يفكوا الاضراب مرضوش اعتقلوا بينهم الناس وبعدين سابوهم لما الموظفين والعمال وقفوا كلهم على قلب رجل واحد وعملوا التكاتف فقا العمال اللي بينهم اللي احنا نوع عليه دوت زي التكاتف المجتمعي بالزبط او التقارب المجتمعي فعملوا ده بينهم ففكوا او استطاعوا ان هم يكملوا في اضراب المحامي ياسر سعد ده محامي عمالي قال ان النيابة العامة قررت حبس اثنين من عمال يونيفرسل لمدة اربع ايام على زمة التحقيق وحتنظر الجلسة يعني يوم السبت القادم يعني النهاردة الخميس جمعة سبت وقال ان اثنين من العمال ظهروا في نيابة انبابة هما سعيد محمد عبداللطيف ومحمود احمد محمد هريدي وتوجهت لهم تهم بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر افكارها طب ايه القصة يوم الثلاثة اللي فات اول امبارح اللي هو 28 ستمبر قوات الامن قلقت القبض على ثلاثة من عمال الشركة من منازلهم وقالوا اسماء العمال اللي احنا قلناهم من شوية سعيد محمد عبداللطيف واحمد محمد هريدي وسعيد عبدالله اظنوا سابوا سعيد عبدالله وفضلوا قبضين على الاتنين خليني بقى اوريكوا العمال المحترمين اللي شغالين في يونيفيرسل كان ايه رد فعلهم لما عرفوا باعتقال زملائهم اظنوا اشتركوا في القناة والله العمال هتافهم جميل او ايد واحدة الهتاف ده كان في الصورة بالمناسبة ايد واحدة احنا كلنا ايد واحدة كلنا مع بعض خلاص مجتمع واحد عمال على قلب رجل واحد هيقفوا مع زميلهم فاحنا عايزين حقوقنا واحنا ايد واحدة يعني عايزين يقول لهم عايزين تعالوا اتقلونا كلنا موضوع يومفيرسال اتكلمنا فيه اتكلمنا فيه كتير قوي والعمال بالمناسبة قالوا ان احنا اضربنا سنة 2018 كمان من اجل نفس المطالب وساعتها وقتها تدخلت وزارة القال عاملة وشكلت لجنة للتفاول بحضور ممثل من النقابة العامة للصناعات الهندسية وممثلين عن العمال والإدارة وتوصل وقتها الاتفاق ألزم صاحب الشركة يسر السيد عبد العال قضب بصرف الأجور بانتظام وعدم فصل أي عامل وصرف المستحقات كاملة مقابل أن تدعمه الوزارة بحجة أنه هو متعسر وبالفعل حصل على مبلغ 48 مليون جنيه لكن استمر الوضع زي ما هم العمال اللي بيقولوا لمدة 9 شهور كنا وقتها أكتر من 5000 عامل كانت الوزارة في الوقت ده وصارت القوة العاملة بتقوم بصرف نصف الرواتب والشركة تقوم بصرف النصف الأخر أحد العمال بيقول العمال في الشركة قال أنه منذ 2018 بيتم تأخير المرتبات عن العمال بجانب إلغاء الأرباح واستخدام أساليب متدنية هذا الكلام هو اللي قاله الإدارة بتستخدم أساليب متدنية لإجبار العمال على تقديم استقالتهم والتنازل عن كل حقوقهم وتأخير حوافزهم من 5 شهور لم محصل على أي حوافز هذا ما قاله أحد عمال شركة يونيفرسل